اشتركوا في القناة حقق المنتخب الوطني كما شاهدنا جميعا فوزا رائعا جدا على حساب نظره الليبيري بثلاثية مقابل صفر ثلاثية كانت رائعة خاصة من الجانب النفسي لاعب المنتخب الوطني ومنذ تقريبا نكست سفريق الأولى التي خرجنا فيها من الدور الأول ووضعه من نفسي سيء جدا المنتخب أعتقد أنه بدأ يجد معالمه مع المدرب الجديد بلاديمير بيتكوفيتش مدرب استطاع أن يعرف لعبه بصورة جيدة خاصة طريقة اللعب كلكم شاهدتم اليوم طريقة لعب أكثر من رائعة أعجبني كثيرا الإصرار على الخروج بالكرة من الخلف خاصة من الثلاثي ماندي توغاي وأيضا رامي بن سبعيني المنتخب لعب بكتلة في الخلف مع تقدم بكتلة أيضا أعجبني أيضا الدور الكبير الذي قام به آدم زورغان وأيضا الدور الذي قام به عفوا لعب فينولد روتردام راميس العربيز الروقي انتقدناه كثيرا لكن اليوم أعتقد أنه لم يكن سيء رأيت الكثير من الانتقادات له في مواقع التواصل الاجتماعي بعد عفوا مستواه في لقاء اليوم لكن أعتقد أن كل من انتقده كان يملك فكرة مسبقة عن مستواه لذلك انتقده بشدة اليوم صحيح لم يكن أداءه باهر لكن على الأقل لم يكن سيئا أو على الأقل أيضا لم يكن أسوأ اللاعبين أعجبني أيضا في المنتخب الوطني البناء من الوسط والانتقال إلى الأمام فارسي قام بالدور ممتاز جدا في الشوط الأول من هذه الناحية لم نشعر أبدا أنه مدافع تمريرته القصيرة رائعة أيضا توجده وإيجاده للحلول في المساعة الذائقة ممتاز حاجم لم نرح في الشوط الأول عكس الشوط الثاني الذي قدم فيه مستوى ممتاز لاحظنا أيضا عندما ارتقى مستوى حاجم انخفض مستوى فارسي والعكس صحيح في الشوط الأول لا رعينا اللاعب كله من الجهة اليمنى ماندي قدم مستوى ممتاز لا ننسىها أيضا أما الشوط الثاني فكان اللاعب كله أو تقريبا جله على الجهة اليسرى أين ظهر حاجم بمستوى ممتاز أعجبني كثيرا هذا اللاعب في تربص الخضر الحالي مستوى الدفاع أكثر من رائع هادئ يخرج بالكرة بهدوء لديه ثقة في النفس في الهجوم واختراق الدفاعات لديه أيضا ثقة في لعبية يعطي الكرة في مساحات منتازة أعتقد أنه من اكتشافة التربص الحالي لعب لقاءين على أعلى مستوى من أيضا بالرحمة للأسف كان سيء جدا في لقاء اليوم لم يجد حلول كان احتفظه بالكرة مبالغ فيه بصورة كبيرة جدا ضيع كثير من النقاط في هذا التربص أعتقد أن وضعه سيكون سيء جدا في التربصات المقبلة ولن يكون مفاجئا لو استخلى عنها النخب الوطني بلاديمير بيتكوفيتش ولو أنني أشك في هذه النقطة فهو يحبه ويحب طريقة لعبه أيضا يحب قتاليته على الكرة صحيح لم يكن موفق لكن لا أحد ينكر قتاليته على الكرة تجده دائما وراء الكرات بنزية أيضا قدم مستوى السيء في لقاء اليوم لم يكن موافقا مثله مثل بالرحمة في الشوط الأول أتيحت له بعض الفرص لكنه كان سيئا جدا في التعامل خروجه في الشوط الثاني كان مبرر جدا نعود لفلاديمير بيتكوفيتش قرعته للعب منتازة لا ننسى أيضا نسيت أن أشير إلى هذا في البداية هو تغيير الخطة لعبنا بخطة 3-4-3 أو 3-5-2 في بعض الأحيان لم نشاهد تغييرا للخطة في المنتخب منذ زمن بعيد منذ قدوم النخب الوطني جمال بالماضي في البداية اللعب بخطة التي نجحت معه من البداية لكن بعد أن فشل في التحديات خاصة كأس إفريقيا الأولى والسقوط المر أمام الكاميرون لم نشاهده يغير الخطة رغم أحاجة المنتخب لتغيير الخطة واللعب بثلاث لعبين على ارتكازه كل الشعب الجزائري يعرف أن نقطة الضعف في محور الوسط وأيضا في الخلف تغيير الخطة كان واجب فلاديمير بيتكوفيتش تعامل بصورة ممتازة في لقاء اليوم اللعب بثلاث لعبين في الخلف مع ظاهرين متحركين كثيرا للأمان خطة اللعب كانت ممتازة حتى تغيير طريقة اللعب أعجبني أيضا تعامل فلاديمير بيتكوفيتش حين سيطرنا بشكل كامل في الشعب الأول وكسبنا بهدفين بسطنا أيضا طريقة لعبنا في الشعب الثاني لم يجبر لعبيه على الضغط أكثر لاحظنا التراجع في الخلف والرزانة في إخراج الكرة السيطرة الليبيرية في الشعب الثاني كانت عكيمة جدا المنتخب الوطني كان أخطر رغم أن عدد الفرص في الشعب الأول لم يكن مثله في الشعب الثاني أعتقد أن تعامل فلاديمير بيتكوفيتش في هذه النقطة كان أيضا ممتاز ويجب أن نعطي المدرب حقه صحيح أن البعض لا يحبه ولا يحب خاصة من يحبون النخب الوطني السادق جمال بالماضي لكن يجب أن ننسى هذه الخلافات عندما يكون جيد نقول جيد وعندما يكون سيء نقول سيء النتيجة أمامنا ثلاثة صفر تعامل ممتاز خطة ممتازة تغيرت أيضا ممتازة بدخول عطال وبنجاح الذين صنع الهدف الثالث كلها عوامل تحسب للنخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ويجب أن نعطيها حقه بخصوص تقييم اللاعبين أحسن اللاعبين وأيضا أسوأ اللاعبين أحسن اللاعبين لا أعتقد أن هناك من سيختلف معي فارسي كان اكتشاف بأتم معنى الكلمة ممتاز جدا في الدفاع وممتاز أيضا في الهجوم خاصة في الهجوم تعامله أيضا في المساحة الضيقة كما عشرت كان ممتاز إيجاده للحلول أيضا كان ممتاز صنع كثير من الفرص لزملائه لكنها لم تستغل صنع الهدف الأول لا يجب أن ننسى لي أمينه ويري ولذلك أعتقد أنه كان أحسن لاعب في اللقاء ثاني أحسن لاعب في اللقاء وهو المظلوم آدم زورغان أنا شخصيا انتقدت زورغان كثيرا في خرجاته الكثير السابقة مع المنتخب ومنذ وصوله للمنتخب الأول كان دائما انتقاد من جماهر الجزائرية التي لم تستطع أن تطيق وجوده في بعض الأحيان لكن اليوم مثل بيتكوفيتش يجب أن نعطي آدم زورغان حقه كان ممتاز جدا في الدفاع وأيضا في التحول الهجومي أعتقد وبحسب وجهة نظر المتواضعة وإن شاء الله سيكون الاختلاف معي كبير أنه ثاني أحسن لاعب في اللقاء اليوم بالنسبة لأحسن لاعب في اللقاء لاعب أنتقد أيضا كثيرا سابقا حتى في اللقاء الماضي لم يعطيه الكثيرون حقه وهو محمد الأمين توغاي محمد الأمين توغاي لعب اليوم في محور الدفاع وحيدا عليه مندي على اليمين وبن سبعيني على الإصار تعامله مع كثير من الكرات كان ممتاز صراعته الهوائي اكتسحها بشكل كامل حتى صراعته الأرضية تفوق في جزء كبير منها أعتقد أنه في لقاء اليوم كان ثالث أحسن لاعب في اللقاء لقاء اليوم سيعطيه ثقة كبيرة ويكون قد أقنع فيتكوفيتش ولا أعتقد أنه سيخرج من تشكيلة المنتخب الوطني الأساسي في التربص المقبل والذي سيكون فيه لقاء ضد توغو ذهابا وإيابا في تصفية كان المغرب 2025 بالنسبة لللاعبين الأسوأ أعتقد أيضا أنه لن يكون هناك اختلاف كبير حولهم برحمة كما وصفت كان سيء جدا ولا أريد أن أعيد ما قلته في بداية الفيديو اللاعب لم يقدم الوجه الطيب وأعتقد أنه خسر كثير من النقاط نفس الشيء بنزية ثاني أسوأ لاعب في اللقاء ما قلته عن بنزية في بداية الفيديو لن أعيده لاعب لم يكن موفقا كثيرا امتلك كثيرا من الفرص للتسجيل أو صناعة الهدف لكنه لم يفعل للأسف مثل برحمة بنزية افتقد كثيرا من النقاط وأعتقد أنها ستؤثر عليه كثيرا في التربصات المقبلة خاصة بعودة اللاعبين المبعدين خاصة شيبي الذي لا أستبعد عودتها بخصوص ثالث أسوأ لاعب في اللقاء أعتقد أنكم ستنتظرون أن أقول زروقي لكنني لن أقول زروقي بحسب وجهة نظر المتواضع قدم أداء مقبولا جدا خاصة من الناحية الدفاعية وقوفه أمام الدفاع كان ممتاز على عكس اللقاء السابق حين تحمل بناصر مسؤولية الوسط لوحده في لقاء اليوم زرقان وجد مساحات وتقدم كثيرا لأنه كان هناك لاعب اسمه زروقي في الخلف منعه الثقة في الدفاع بحسب وجهة نظري أحسن مكان لزروقي هو اللاعب أمام ثلاث دفاع أعتقد أن هذه الخطة ستعطيه الثقة أكثر ويستعيد ثقته ويقدم مستوى ممتاز على الأقل المستوى الذي كان يقدمه في تونتي فمنذ رحيله عن ناديه الهولندي وانتقاله لفينورد يقدم مستوى أكثر من سيء خاصة في ناديه وأيضا مع المنتخب مع المنتخب لو تتذكرون منذ لقاء تونس في تونس حين فزنا بهدفين من دون رد وقدمنا أداء ممتاز جدا زروقي لم يقدم أي مستوى أعتقد اليوم أنه قدم مستوى جيد نبقى مع ثالث أحسن أسوأ لاعب في اللقاء وسأفاجئكم لو قلت لكم أنه ربما يكون منذرية منذرية لم تصله أي كرات لا يمكننا تقييمه عندما أقيم لاعب أو قيمه على عدد الفرص التي قام بها أو عدد الفرص التي ضيعها وما إلى ذلك منذرية أتته فرصة واحدة صعبة طيلة تسعين دقيقة لذلك أعتقد لذلك أعتقد أنه لم يختبر ولذلك أعتقد أنه سيكون الأقل تقييما بين كل لاعبي المنتخب لذلك هو ثالث أقل اللاعبين تقييما في المنتخب يمكنكم اعتباره ثالث أسوأ لاعب أنتم أحرار لكنه ثالث أقل اللاعبين تقييما في المنتخب الوطني في لقائه اليوم نصل الآن لنهاية الفيديو كانت تجربة جديدة بالقيام بفيديو مباشر والحديث إليكم مباشرة أتمنى أن أكون موفق وهذه تجربة أولى ستكون إن شاء الله ممهدة للقيام ببثوث مباشرة أخطط لها في المستقبل هذا أيضا ظهوري الآن أيضا هناك من وعدتهم من المشاهدين الكرام خاصة القدمة بالعودة للظهور ها أنا أفي بوعدي أمامكم وسأظهر إن شاء الله إن شاء الله كثيرا مستقبلا أعتذر أيضا للهيئة التي أوجد عليها أعتقد لم أكن أحذر الفيديو هناك أيضا بعض المشاكل لدي زوجة ليست في حالة جيدة مع الولادة وأيضا ضغط العمل لذلك لم أحذر نفسي جيدا لهذا الفيديو أتمنى أن تتحملوني ابقوا فيها للقناة والسلام عليكم